ست نصائع عشان تحافظ على عضلاتك في رمضان. اول حاجة عشان تحافظ على عضلاتك في رمضان لازم تحافظ على كمية السعرات الحراكة كلية او التوتل كالوريز اللي انت بتاكلها في اليوم. وخاصة نسبة البروتين فيها. طيب نسبة البروتين بالنسبة للرياضيين او الناس اللي بتروح للجيم بتتراوح من جرام لاتنين جرام بالكيلو جرام يعني على كل كيلو جرام في وزن جسمك هتتراوح واحد او اتنين الرقم اللي اطلع لك ده عدد من البروتين اللي انت محتاجة في اليوم. على اقل لازم تحافظ على الناسبة دية تتسابتة او تكل بالزبط البروتين اللي انت محتاجه في اليوم عشان تبدأ تحافظ على كتلة عضلية. تاني نصرح معنا خلي هدفك في التمرين دايما في رمضان ان انت مش تبني عضلات على قد ما تحافظ العضلات اللي عندك. بمعنى ان انت ما تبدأش تقل في الاوزان وما تشيلش اوزان تقيلة شيل بس اوزان اخف من الطبيعي اخف سنة. اللي انت بتشيله في الطبيعي وتبقى تمام. تالت نصرح معنا المهمة جدا. ما تتمرنش لحد ما تجهد نفسك خالص على الاخر. ما تجيبش مسلا انت بتشيل التمرين لحد بعرف انت اللي هو ايه اللي احنا بنعمله في التمرين في الوضع العادي. ده في الوضع الطبيعي مية مية وتمام وبيجيب نتيجة كويسة جدا. لما انت في رمضان للاسف المي قليلة جدا في جسمك الظروف نفسها مش مهيئة كويس ان انت ايه يعني انت تتمرن ايه لحد الاجهاد العضلي خالص ليه? حاجة من الاتنين هتحصل لو يحصل لك اصابة وانت بتتمرن ايام هتروح ومش تبدأ تعرف تعمل الاستشفاء كافي نتيجة ناقص النوم عندك او ناقص الاكل اللي بتاكل في حاجة مش متزبطة. فبالتالي ده مش حاجة كويسة لك. فما تتمرنش لحد خالص رمضان. رابع نصيح معنا. اتمرن في الاسبوع في رمضان من ثلاثة لاربع ايام مش اكتر من كده. حاول تقلل عدد التمرين زي ما اتفقنا احنا بنحاول نحافز على عضلات مش حاول نبنى عضلات. فلو تمرننا ثلاثة اربع ايام مع يوم روح في النص بين كل تمرين وتمرين نبازل فول. خامس نصيحة. اشرب مياه كويس جدا اثناء وبعد التمرين. ودي حاجة مهمة جدا 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 عشان نبدأ نمنع الاصابة. نصيحة كل سنبل كارب او كاربوهيدراتس من لها سريعة النصص ديت. اسناء التمرين وقبل التمرين. واسناء التمرين حاول تشرب غصير زي عصير البانجر هو طعمه مش كويس يعني حاول تجربه كده قبل ما تشربه. بس هو ممتاز جدا اسناء التمرين من ناحية الفايدة يعني. دول كانوا ست نقط للحفاظ على كتل العضلية في رمضان. ودول مع الفيديو بتاع مبارع كده انتم بالنسبة للحفاظ على كتل العضلية يعني عارف كل حاجة تقريبا عنها في رمضان. هتمنى انتم تكونوا استفادتم من الفيديو هين دول. واشوفكم الفيديو بتاع بكرا ان شاء الله. سلام عليكم.